ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير في الفيديو النهاردة هنعمل مع بعض فكرتين حلوين قوي اول فكرة هنعملها مع بعض هنعمل صنية كده لرمضان ايه هنستخدم فيها الازاز وكمان هنستخدم ورق كده رمضان زي ما انتو شايفين الشكل بتاعها طلع شكلها حلوة قوي وطريقتها كمان هتكون سهلة معاك وقوي الفكرة التانية بقى اللي هنعملها مع بعض هنعمل مع بعض هلال لرمضان بس المرة دي هيكون حجمه جبير شوية لان الناس طلبت مني ان احنا نعمل هلال كده بس يكون حجمه كبير فان شاء الله الفكرة النهاردة هتعجبكم قوي وهيطلع في الاخر برضو شكلها معاكم حلو جدا خليكم معايا الاخر الفيديو وان شاء الله الافكار هتعجبكم قوي كمان بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بنزلها ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنعمل افكار النهاردة مع بعض ازاي اول حاجة بقى بدأت ان انا استخدم قطعة تامل الازاز قصتها كده عند الناس اللي هي بتبيع الازاز وكده طبعا بالحجم اللي انتو عايزين والمقاسات اللي انتو حابينها ودي ورقة كنتو طبعاة الوان آآ بدأت ان انا كده اقص الازازة اللي معايا على قد بالزبط الرسمة اللي هي موجودة معايا يعني ده كان حجم الورقة معايا فعشان كده كنت عاوزة الصينية تكون بالحجم ده انتو زي ما انتو عايزين بقى ممكن تتكبروا مسلا الورقة شوية لان لما طبعت الورقة جات معايا اجزاء بيضة كده في الطرف بتاع الورقة وجات الكلمة بس في النصف علشان كده قصت الازازة على قدها بالزبط هبدأ بقى ان انا نقص الزيادات البيضة كده اللي موجودة معايا في الورقة علشان برضو لما اجا ثبتها على الازازة ما يكونش معايا اي زيادة خالص تاني خطوة بقى معايا هبدأ ان انا استخدم الغرة انا باستخدم الغرة اللي انتو شايفينها ده النوع اللي انتو شايفينه ده بجيبه طبعا من عند اي حد برضو بيبيع اللي هي الديهنات وكده بيبقى موجود عنده فيه برضو اشكال تانية بس النوع ده بصراحة كان كويس معايا لما استخدمته الخطوة بقى اللي بعد كده كمان بدأت ان انا استخدم اسفنجة وحطتها كده في مجبك زي ما احنا متعودين علشان برضو نلزق بيها كده وما نبهدلش الدنيا برضو حوالينا اوي هبدأ كده ان انا ثبت الصورة برضو واشوف كده ان المقاس معايا مظبوط علشان بس برضو الازازة ما بقاش عكس الاتجاه بتاعها فتبقى برضو مش مظبوطة معايا اوي هبدأ كده ان انا حط الغر على الازازة الاول واهم حاجة ان انا وزع الغر كويس يعني ما سيبش فيها تكتلات كده علشان لما حط الورقة عليها بعد كده ما يظهرش برضو اي حاجة في الازازة معايا يظهر بس الشكل ما يكونش فيه اي تكتلات كده من الغر معاي وهبدأ برضو ان انا ثبتها كده وبقى سفنجة صغيرة هبدأ اطلع اي هوى موجود معايا فيه ده كده خلاص كان شكلها بعد ما سبتها انها تنشف يعني ما خدت شوقت ساعة مسلا او ساعتين بالكتير قوي بدأت ان انا استخدم بقى اللي هي المقبض بتاع اي درج مسلا او اي حاجة خشب موجودة عندنا انا كنت اشتريته بصراحة يعني الشكل ده حاسيت ان هو شكله كويس هو بيتسبت المفروض كده بالمسامير اللي انا ورتها لكم دي بس بصراحة كنت نسيت ان انا قص المكان بتاعها في الازازة فهبدأ ان انا لزقها برضو بمسدس الشامع كده هي لزقت بصراحة وكانت كويسة جدا وكانت ثابتة برضو آآ بس بصراحة بعد كده ان شاء الله لما اجا قرر اجرب شكل تاني هبدأ ان انا ثبتهم بالمصمار هيكون برضو معايا احسن وبرضو هيكون ان انا لما شيلها او حاجة ما بقاش قلقان ان الحاجة اللي موجودة عليها ممكن انها تقع او كده هبدأ كده حدد المكان اللي انا هلزقه برضو فيها علشان يبقى الاتنين كده قصات بعض ويبقى برضو المزبوط المقاسات بتاعتهم مزبوطة آآ كده خلاص كنت حددت كده ان انا خلاص هلزق في المكان ده هبدأ احط كده اجزاء من مسدس الشامع عليها واهم حاجة ان انا اضغط عليها كويس علشان برضو تلزق معايا على الازاز كويس كده خلاص بعد ما لزقتهم الاتنين معاكم بقى ان بالشكل اللي انتم شايفينه ده خلاص كده تعتبر بدأنا ان احنا نخلصها آآ عاوز اوريكم بقى ان انا دلوقتي هبدأ ان انا شيلها من اللي لقيت بعد ما خلص لزقت ونشفت كويس عاوز اقول لكم والله انها سابتة جدا جدا يعني بصراحة بس زي ما قلتلكم بصراحة المصامير هتبقى برضو احسن بحيث ان احنا نبقى متضمنين عشان الحاجة برضو اللي موجودة عليها ما تقعشن مننا الورقة بقى اللي احنا لزقناها مع بعض دي المفروض بصراحة كنت هحط عليها ورنيش مائي او حاجة اسمها ورنيش زجاجي بس هو بصراحة ما كانش متوافر عندي يعني احنا بنحط برضو عليها كده بحيث انها تكون طبقة عزلة لو جاء عليها ميا مسلا او تراب او كده تبقى سهلة معانا ان احنا ننظف بس بصراحة وما كانش موجود معايا بس ان شاء الله بعد كده برضو لو عملت منهم تاني هبدأ ان انا حط برضو عليهم النوع ده عشان يبقى كويس ايه اخر حاجة بقى معايا النهاردة هبدأ ان انا استخدم الغطيان دي كانت موجودة عندي وكانت غطيان كده لازايز اللي هي العصير هبدأ ان انا اول الونها باللون الدهبي علشان برضو تبقى ماشية كده مع المقبض اللي احنا حطيناه على الصينية يكون الاشكال برضو والالوان كده كلها كويسة مع بعض هلونهم كده هدهنهم باللون الدهبي هدهنهم كده معاك وزي ما انتو شايفين كده برضو بالاسفنجة وبعدين هسيبهم ان هم ينشفوا وبعد كده هلزقهم بقى بحيث ان هي تبقى برضو حاجة كده الصينية سبت عليها لما نحطها مسلا يكون شكلهم برضو كويس هبدأ كده خلاص بعد ما سبتهم ينشفوا بقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ كده ان انا استخدم بقى مسدس شمع والزقهم كده الاول وبعدين هبدأ ان انا سبتهم بقى على الصينية معايا او على قطعة الزجاج اللي كانت موجودة معنا هتبقى برضو تسبيتهم سهل خالص اهم حاجة بس ان احنا نضغط كويس علشان مسدس شمع يلزق وبعدين نسيبه برضو شوية ينشف كده وخلاص الدنيا بتبقى تمامية كده خلاص هلزقهم الاربعة وهتشوفوا برضو شكلهم كده في الاخر بقى شكلها حلوة بجد اوي بصوا بقى ده كده كان شكلها بعد ما خلاص خلصت خالص هبدأ كده ان انا حط برضو عليها شوية ديكورات بسيطة كده بجد تلع شكلها حلوة اوي في الاخر ديكور كده وسيط وبجد كنت مبسوطة اوي بشكله وان شاء الله بعد كده اي صورة بقى تعجبني برضو هبدأ ان انا نزلها واعمل بيها بقى الشكل اللي انا عاوزة فكرة كده سهلة وبسيطة زي ما انتو شايفين طلع شكلها حلوة اوي بستنياكو بقى ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكو برضو انتو كمان حلوة اوي يا رب تكون اول فكرة كده عجبتكو تاني فكرة بقى معانا النهاردة هنبدأ ان احنا نعمل الهلال الكبير. بص استخدمت اول حاجة كرتونة وبدأت ان نرسم عليها شكل الهلال اللي انا عاوزاه. زي ما انتو شايفين هو كبير شوية. انا رسمت منه تلاتة. علشين هبدأ ان انا لزقهم في بعض. علشين بصراحة الكرتونة اللي كانت معايا كانت ضعيفة شوية. فعلشين كده استخدمت تلات اجزاء. علشين يكون برضو الكرتون اللي معايا محمل شوية. بحيس برضو ان انا بعد كده ما استخدمه ما يكونش سهل ان هو يقع مسلا او يتقطع او كده. طبعا اول حاجة بقى هبدأ ان انا استخدم مسدس الشمع علشين الزق الاجزاء كلها في بعض. هلزق كده اول هلال وبعضين هحط التاني عليه والتالت برضو هبدأ ان انا الزقهم كده برضو بمسدس الشمع. وزي ما انتو شايفين اي فراغ كده كان بيكون موجود معايا ببدأ ان انا حط برضو في اجزاء صغيرة من مسدس الشمع وسبتهم برضو كويس مع بعض. واي اجزاء برضو طلعت زيادة معايا بدأت ان انا قصها وسويت كده الهلال بتاعي معايا. ايه تاني خطوة بقى بعد كده بدأت ان انا استخدم ورق فوم لونه اسود. ده كان فرخ كان كبير شوية علشين برضو يقضي معايا الهلال. هبدأ كده ان انا ثبت الهلال عليه وبعدين هرسم كده شكل الهلال معايا. علشين ده الورق اللي انا هستخدمه علشين بقى ايه ابدأ ان انا لزقه عليه. علشين برضو شكل الكرتون كده ما يكونش باين معايا. ممكن كمان على فكرة تستخدموا اي قطعة قماش موجودة عندكم مثلا او اي لون بقى انتوا عاوزينه. هبدأ كده ثبت الورق الفوم برضو. وكده شكله خلاص بعد ما ثبت ورق. بصوا بقى الخطوة اللي بعد كده. عايز اقول لكم ان انا استخدمتي ديما مساحة كده كانت موجودة عندي. الولاد كانوا بدأ ان هما يكسروها. خلاص ما بقناش بنستخدمها. وانا بصراحة قلت اي حاجة هتنكسر في البيت لازم اعمل برضو بيها فكرة كده حلوة. فحطتها بصراحة وهنستخدمها بقى مع بعض النهاردة فكرة النهاردة. بصوا بقى اول حاجة بدأت ان انا قص كده القطعة من ورق الفوم على قد الجزء اللي هو الدايرة اللي هو موجود معايا. وبعدين هاجي في نصاق ده وهبدأ ان انا اقطعها كده جزء صغير خالص. علمت كده بالقلم برضو على الجزء اللي انا هبدأ ان انا اقطعه. علشين هاقصه كده وبعدين هدخله كده برضو فيها من فوق. علشين ينزل على قد الجزء اللي هو الدايرة اللي معايا بالزبط. يارب تكون كده برضو الفكرة واضحة معاكم. الفيديو برضو اكيد هيبين معاكم انا اقصد ايه? كده خلاص بدأت ان انا قصها كده فتحة صغيرة خالص. وبدأت ان انا بقى ايه ادخلها كده عليه? علشين تنزل على الجزء الدايرة اللي موجود معايا بالزبط. وكمان هبدأ ان انا سبتها كده بمسدس الشم. وكده خلاص بعد ما لزقتها كلها خالص. وبدأت ان انا قص برضو اجزاء كده من ورق الفوم صغيرة. علشين الفها بقى على الجزء برضو اللي هو باين معايا ده. هخلصها بقى كلها بورق الفوم. بالشكل اللي انتو شايفينه ده. بصوا بقى ده كده شكلها بعد ما كنت لفتها خلاص بورق الفوم كله وحطيت عليها برضو اجزاء كده من خيط الخيش يديها برضو شكل كويس. كده كمان هبدأ ان انا سبت الجزء التاني دوت عليها. علشين برضو يبقى قعدة ليها كده كويس. وده برضو كان جزء موجود معايا في اللي هي ممساحة. فبدأت ان انا استخدمه يعني قلت برضو مش يسيب اي حاجة خالص موجود. كده خلاص كان شكل الهلال كده معايا. بدأت ان انا بقى ثبته على الجزء اللي موجود معايا. خدت كده مقاسه وعرفت بالزبط انا هلزقه فين. وبعدين بمسدس الشمع كده بدأت ان انا حط اجزاء. برضو حط كتير كده علشين بس الهلال يبقى برضو ثابت معايا كويس ما يقعش. زي ما انتو شايفين الهلال بقى ثابت جدا يعني لما حطينا التلات كاراتين مع بعض بجد بقى شكله كويس كده وبردو الكارتون ما بقيتش ضعيفة قوي معايا. هلزقها برضو هو ما كانش مبين قوي الفيديو. انا هواريكم برضو شكلها كده خلاص بعد ما كنت لزقتها. بصوا بقى ده كده خلاص كان شكله بعد ما لزقته. ايه كده يعتبر الهلال بدأ يخلص معايا. ممكن على فكرة ان انتو تسيبوه برضو بالشكل ده متحطولوش مسلا اي تفاصيل تانية. بس انا حبيت برضو احط له فرع نور كده. الاول كنت هستخدم الفرع اللي انتو شايفينه ده. وبعدين لا حبيت ان انا استخدم الفرع الصغير ده. وحطيت عليه برضو شوية كده من النجوم اللي هي الفون باللون الدهبي. ادته برضو شكل كويس كده. والآآ برضو الشكل في الاخر كان جميل زي ما انتو شايفين. ممكن بقى تحطولو اي اضافات تانية انتو عاوزينها. او ممكن برضو ان انتو تقصوا اجزاء من النجوم دي بس تكون صغيرة شوية. وتحطوه برضو عليه كله هيدديلو شكله كده كويس. ده كده كان الشكل النهائي للهلال. يارب تكون الافكار النهاردة عجبتكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنزلها. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشتركوا في القناة